يا فاطمة يا فاطمة وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب لجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادة فنفوز فوزا عظيما لست أنسى من بعد يمطود عزين وأعاديه مثل سيل البطاح وهو يحمي دين النبي بسماء لشهبة الشرك ماحي فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناحي ثم لما نال الضمى من هو الشمس ونزف الدماء وثقل السلاح يا بطيس تريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا يا ياحي فهوى العيارش للثرى ودل همات برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذرأته تربى الجسم مثخنان بالجراحي أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجين في صاحي أترى القامذ عليك مررنا منعونا عن البكايا واللياحي إن يكن هينا عليك هواني واغترابي مع العدايا وانتزاحي ومسيري أسيرتين للأعادي وركبي على الياق طلاحي وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه في القدم على سائر الأمم على علم أنهم فردا عن التشاكل والتماثل انتجبه آمرا ولاهيا عنه أقاما في سائر عالمه في الأداء مقامة نوروا قلوبنا وثقلوا منوازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد قبل ليلتيني ذكرنا أن هناك جملة من الخصائص تختص بالنبي الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله ولو أن هذا من المعلوم عندكم لكن من باب التذكير أننا إذا قلنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فإنا نعني النبي الأعظم ومن هو في حكم النبي يعني أبير المؤمنين والصديقة الكبرى والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه على المجمعين لأن حكمهم واحد وحالهم واحد ونورهم واحد وطينتهم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقهم الله أنوارا فجعلهم بعرشه محدقين حتى منع علينا بهم فجعلهم في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليهم اللهم صل على محمد وعنه وما خصنا به من ولايتهم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذلوبنا منتهى أننا إذا ذكرنا مصطلح النبي صلى الله عليه وآله فإنا نعني به النبي وآله المعصومون صلواته الله وسلامه عليهم أجمعين من تلك المقامات التي ذكرناها مقام العبودية بحضة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقلنا أنه في مقامه في العبودية لله عز وجل لا يشاركه أحد في هذا المقام وهذه الرتبة سائروا من يطلق عليهم عبد في القرآن المجيد أو في الروايات عن أهل الأصم سلام الله عليهم أجمعين فإن عبوديتهم عبودية تبعية أما العبودية الأصلية المحبة التامة الكابلة هي عبودية آل بيت الأصلة والرسالة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذكرنا حديثا عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد للصادق صلوات الله وسلامه عليه لشرف ذكره صلو على محمد وآل محمد هذا بين قوسين أيضا من السنن التي سنها مونانا خادم الشريعة الغرى البولى المجاهد الحاجم عبد الرسول الحائل الأحقاق قد صلو نفسه الطاهرة الزكية اللهم صلعنا محمد أنه عند ذكر اسم أي واحد من الأربعة عشر المعصومين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ينبغي على أهل الإيمان أن يذكروا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد تعظيما وإعظاما لشأن الإمام المعصوم المذكور صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمه الرواية المروية عن مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قوله العبد ثلاثة أحرف عين وباء ودال فالعين علمه بالله والباء بوله على الخلق والدال دلوه من الخالق بلا كيف ولا إشاء وقد وعدنا الأعزة أن نتعرض ولو بشيء من الاختصار والإجمال حول هذه المسألة المسألة الأولى العلم بالله عز وجل علم النبي وآله صلوات الله وسلامه عن المجمعين بالله عز وجل علم لا يشابهه علم من العلوم لا يشابهه علم من علوم سائر الخلق أكو مجموعة من الفروق بين علم المعصوم صلوات الله وسلامه بين علوم أهل الأسماء وبين علوم غيرهم هنا عندنا العلم واحد من أقسام العلوم يقولون علم فعلي وعلم انفعالي علم فعلي وعلم انفعالي العلم الانفعالي يقولون هو العلم الذي لا يتحصل إلا بالمعلوم لا يتحصل إلا بالمعلوم وهذا علوم كل الوجودات فيما عدى المعصوم إلى الأربعة عشر شنو نوع العلم أو شنو تعريفه العلم الانفعالي هو العلم الذي لا يتكون في ذهن العالم إلا بعد وجود المعلوم مثالنا خلقا لي على هذا المنبر الشريف أدامه الله عز وجل وإن شاء الله يرجع صاحب هذا المنبر واللي كان يعتليه وكان يدافع عن مذهب أهل العصب صلوات الله وسلام على المجعين بلسان صادق وبقلب متوجه شيخنا وأستاذنا جناب الفاضل المحترم المجاهد المؤمن المبتلى جناب الشيخ حسين الفهيد حفظه الله تبارك وتعالى وأبقاه وإن شاء الله الله يدفع عنه كل مكره بلاء ويرفع عنه الظلام التي قد وقعت عليه مثالنا هالمنبر قبل وجود هذا المنبر جنابك هل كنت تعلم بوجوده متى تحصل علمك بهذا المنبر بعد وجوده يضربون مثال يقولون مثال آخر عن العلم الفعل والانفعال يقولون وجود مبنى مثلها الحسينية هذه العسلية العامرة زادها الله عمارة يقولون حتى ننثل نقرب العلم الفعلي والعلم الانفعالي العلم الفعلي هو علم مهندسها بها علم مهندسها بها علمه بها قبل وجودها ولا بعد وجودها لا قبل وجودها قبل وجودها هو اللي رسمها في ذهنه وبعدين نزلها على ورق وبعدين أشرف على بناها حتى بنيت كما هي مرسومة في ذهنه فعلم بها علم شنو؟ علم ثعبي معلم انفعالي علمنا نحن بها علم شنو؟ انفعالي بعدما وجدت وتكونت صارت صورتها في أذهاننا يقولون هذا من باب التقريب سائر المخلوقات بالنسبة إلى سائر المعلومات ما عدى المعصومين لأربعة عشر علمهم بالأشياء علم انفعالي علم المعصوم بالأشياء علم شنو؟ علم فعلي علم فعلي يعني شنو؟ قال يعني العلم مثل ما علم المهندس بالحسينية هو الذي أوجدها علم المعصومين بالمعلومات هو الذي أوجدها يعني العرش ما أدري شنو كيفيته الآن العرش مربع مستطيل مخروطي شنو مكعب لكن خسب ما رسمتها الروايات يقولون العرش على هيئة الكعبة مثل هيئة الكعبة الكعبة شلونها مكعبة الشكل يقولون البيت المعمور على هيئة الكعبة والعرش على هيئة البيت المعمور يمكن هذا لأجل التقريب هذه كيفية العرش ما صارت هذا العرش أو ما صار هذا العرش بهذه الكيفية إلا بعد أن ارتسمت صورته في ذهن محمد وآل محمد ارتسامه في أذهانهم أوجد هذا ارتسامه في أذهانهم أوجدها العرش العرش وجده بعد أن ارتسم بأذهانهم هذا اللي يعبر عنه بالروايات أن الله سبحانه وتعالى أوجد الوجودات بهم هذا واحد قال بعد قال واحد من الفروق بين علم المعصوم صلى الله عليه وسلم وعلم غيره العلم بالنسبة لسائر المخلوقات شيء ما كان ثم صار ما كان بعدين صار يعني أوجد الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيء هذا الأمر جارل كل المخلوقات نوروا قلونا وثقلوا موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد رحمكم الله الثانية على حب محمد وآله الثالثة هذا الأمر أن الوجودات ما كانت تعلم ثم علمت هذا شأن كل المخلوقات كل الموجودات هذا المثال الذي ضربناه والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيء ولذلك تشوف الأنبياء بعض الأنبياء يعلم شيئا ويغيب عنه أشياء وخير مثال قضية موسى والخبر وقبية السفينة والغلام والجدار كما هو مفصل في القرآن البجيد وفي رواية أهل العصم موسى ما كان يعلم ثم علم هل هذا منطبق على المعصوم؟ قال لا لا ما هو منطبق على المعصوم المعصوم بالنسبة له العلم فيه ذاتي الذاتي أول العرضي والذاتي العرضي مثل الألوان مثل السمن والضعف السمن والضعف يقولون هذا أمر عارض واحد اليوم سمين باشر صار ضائف أكل زيادة سمن يعني هذا السمن والضعف أمر عرضي كما الألوان الجدار اليوم أصفر باتر حبوا يسوينا أحمر ثالث سووا أبيض فهو عرضي يوم الأشياء الذاتية مثل شنو؟ قال مثل الإنسانية يضربون مثال مثل الإنسانية بالنسبة للإنسان الإنسان وهو نطفة في صلب أبيه هو إنسان في رحم أمة إنسان طفل إنسان شاب إنسان كبير إنسان ميت إنسان حي إنسان فالإنسانية غير منفكة عنه فالإنسانية فيه أمر ذاتي يقولون كذلك العلم بالنسبة إلى المعصومين هذا بس من باب التقريب العلم بالنسبة للمعصومين العلم كل العلم كل العلم العلم بالكليات والعلم بالجزئيات الجزئيات الجزئيات الدقائق الأمر العلم بالكليات والعلم بالجزئيات بالنسبة للمعصومين سلام الله يا رب جمعين علم شنو صفة شنو عرضية قال لا صفة ذاتية لا يمكن أن يتصور البعصوم في حال من الأحوال يجهل أمرا من الأمور وهذا اللي أحدث في أذهان بعضها المسألة إذا كان العلم حاضر عند المعصوم صلوات الله وسلام عليه وبأبيه وأمي في النسبة لسائر المعصومين من أمير المؤمنين إلى الإمام الحج صلوات الله وسلام عليه وبأبيه وأمي هذا الأمر جاري بس بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله وعلى رواله إذا كان العلم عنده حاضرا فلماذا لما يسأله في بعض الأحيان بعض المشركين يستمهل يقول انتظرني حتى يأتي إلي الوحي وهذا موجود في الروايات وروايات صحيحة لا تقبل الطعن ولا تقبل الرد ولا تقبل صحيحة يا أحمد انسب لنا ربك قال أمهلوني حتى ينزل إلي جبرائيل بعد ثلاثة أيام نزل جبرائيل قال قلهم يا رسول الله قل هو الله وأحد الله الصمد لم يلد ولا يولد إلى آخر قال هذا إذا النبي صلى الله عليه وعلي العلم بالنسبة له علم ذاتي فلماذا يتأخر في الجواب الجواب يقول لو كان النبي يجيب لمجرد السؤال لأكد على نفسه تهمة أنه هو من يحدث القرآن كم مرة قالوا له قالوا له القرآن أنت تجيب من تلقاء نفسك ما ينزل عليك وحي فلو كان النبي يجيب بمجرد بمجرد السؤال مع أن العلم عند حاضر لو كان يجيب لكان أوكد للمشركين في حجتهم مما يثبت علم وإحاطتهم بكل شيء حديث ميلاد المولى أمير المؤمنين صلى الله بلغ وإياكم إن شاء الله شهر رجب المرجب ونعيش إلى يوم ولادة أبي المؤمنين ثلاثة عشر رجب المرجب وضعت فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلوه عليها بأبي للمؤمنين استقبله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تلقاه بيده أول ما تلقاه قال له يا أبا الحسن اقرأ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فقال له رسول الله قد أفلح المؤمنون بولايتك يا أبا الحسن ويا أبير المؤمنين وهذه ملاحظة ثانية هذه ملاحظة ثانية بعد أبديها للمؤمنين جارئ الآن على ألسد المؤمنين إذا ذكروا مولانا أمير المؤمنين يقولون الإمام علي عمبي لا تقول لإمام علي لا تقول لا تقول هذا القول لا تتلفظ فيه لا تقول للإمام علي قول أمير المؤمنين قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا تقول للإمام علي تعرف ليش تعرفش السبب واحد من الأسباب أن أعداء الولاية حاولوا قدر ما يتمكنون بقدر ما يستطيعون انتزاع هاللقب من أمير المؤمنين ووصف غيره به صح ما بقى واحد من حكام بني أمية وبني العباس إلا وشنوه أمير المؤمنين أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين أبو العباس السبفة أمير المؤمنين المنصور الدوانيक مثل ما حاولوا قدر المستطاع ان يحرفوا ألقاب سيف الله المسلول من هو أمير المؤمنين سلام الله عليه مذكور في الروايات وسيفه المسلول الصديق الأكبر الفاروق الأعظم كل هذا ألقاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعمر رسول الله ما خاطب أمير المؤمنين وقال له يا إمام علي كل شيء يقول له يا أمير المؤمنين فاطمة الزهراء بأبي وأمي هذا حديث الكساء بعد ما حضر الحسين وحضر الحسين ثم أقبل أمير المؤمنين أتقول للإمام علي شو تقول أمير المؤمنين ولكم في النبي وفي آله أسوى حسنة لا تقول للإمام علي لا تقول لتعين الظالمين على سلب هالمنقبة وهالعظم لأمير المؤمنين ما أنا الرسول الله يقول ما أنا سميته أمير المؤمنين إن الله عز وجل من على عرشه قد سماه أمير المؤمنين الله سمى مولانا أمير المؤمنين بالإسم فاجتهدوا يا مؤمنين أيضا هذا الإسم أجروا دائما على لسالكم يا أمير المؤمنين يا مولانا يا أمير المؤمنين قرأ قرأ قد أفلح المؤمنون هذا متى قرأها أمير المؤمنين كم عمره أقل من ساعة نزل القرآن إلى ذاك اليوم لا ما نزل القرآن بعده فالظاهر القرآن ما نزل لأنه في الظاهر النبي لم يبعث بعد بعد النبي ما بعث وأمير المؤمنين كما في الرواية رواية الفضل بن شاذان أو رواية شاذان بن جبرائيل رضو الله عليه يقول فقرأ القرآن من أوله إلى آخر ما دليل قال هذا دليل إحاطته بكل العلوم دليل اللي يقول المقدس خادم الشريعي يقول العلم في المعصوبين الذاتي كالحلاوة في العسل الحلاوة في العسل مو من أمر خارجي الحلاوة في العسل أمر ذاتي الله خلق العسل وخلقه حلوى يقول كذلك الله صلى الله عليه خلق محمدا وآله وخلقهم علماء في المقابل خلق غيرهم وخلقهم يا متعلمين يا غثاء يغدو الناس على ثلاثة فعالم رباني ومتعلم وغثاء أما العلماء فنحن وأما المتعلمون فشيعتنا وسائر الناس غثاء ما لقيم العين العين علمه بالله علما اللي ما يضاهيه علم من العلوم لا يساويه علم من العلوم اللي حلعين والرثوء ولو ميراث مو كلي ميراث كلي للأربعة عشر ميراث مو كلي بس هموا جزء يشبه الكل والرثوء لفخر المخدرات وعقيلة الطالبيين زينب حتى يمتدحها إمامنا السجاد صلوات الله وصلاة الله قالها عما زينب أنت بحمد الله عالمة غير وعد وفهبة غير مفهمة متى قال لها هذا القول مولانا الزين العابدين تعرفون لما مروا بها على جسد الحسين ابن سعد العين التفت إلى جنده قال لهم ما معناه إلها الساعة لا سمعت بكاء زينب ولا رأيت دمعتها ولا سمعت صرختها شن سوي ابن سعد قال مروا بها على جسد أخيها الحسين فإنه أقرح لقلبها أنا أريد أوجع زينب فوق ذبح أخوتها إلا أراويها جسد أخوها مروا بها على جسد الحسين الرواية تقولها الشكل فصارت زينب تتماين على الهود تتماين زينب نظر إليه الإمام زينب مسك بعبدها نادى أما زينب إرحمي ضعفي أما زينب إرحمي مرضي أما أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة أما زينب إن أنت هويت من على ظهر الجبل ما بقيت علوية ولا بقي طفل إلا وهوى معك حجة الله إمامها قالت يا ابن أخي وما أصنع قال عم زينب وادعي أخاك وأنت على ظهر المحمل فأشارت إليه أحجاب صولي في أماذ الله أز علي مسرانا وجسمك مود أسرة أخاك وإن سيرب على جسد الحسين حتى ابتعدت شوية كأني بيعا بأبيه وأمي أتخاطب وادك ربلا أسألك الدعاء صاحت يا واد كربلا ربلا عنك مشانا بلاي غسل وكفان خلنا ولنا غصبا علي سافر أتي مهجة حشا يا حسيني الماضا يا آيك من قبل ذبح ما فارق جسمك عثر والرأس ويايا فقر وحمشه يور يبرى للضعين لا خيراني يا خلي صدقات ويا أقعد لعي جسمك يا نور العين وانعا لكن لنظلت من يبرى اليتاما ولطوح الحاد وحدايا يا باظ ضعين ويا زينب وصدت إلى المسنات والعبر جرية وصاحت يا راعي المشرع يا أبا الفضل وصاحت يا راعي المشرع يا زينب سبي عقب الخدر للشام يردوني هدي يا لجبتنا قايا وامردنا للمدي لإخوة كانوا وكنت بقربين أحمل مزين وأمنع الجيران أعزائي المؤمنين والمؤمنات الليلة القادمة تصادف ذكرى شهادة سيدتنا وموناتنا سكينة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها وبأبيه وأمي كما أنه الليلة القادمة هي ليلة هجوم القوم على دار الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها وإسقاطها لمحسرها إن شاء الله هذه الحسيرية العامرة المباركة عامرة إن شاء الله بهذه الذكرى الليلة القادمة إن شاء الله المجلس بتمام الساعة الثامنة بحول من الله تعالى وقوته وبعد المجلس هناك إن شاء الله مجلس لطم للرادود الحسين جناب السيد حسين الكربلاء وإن شاء الله وبعد المجلس هناك توزيع ببركة مولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله للجميع قبول الأعمال وأن يرزقنا وجميع المؤمنين سيما المحاضرين والمؤسسين قريبا عاجلا زيارة محمد وآل محمد موسيقى يا فاطمة